كان لنهر النيل قدسية خاصة في عقيدة القدماء المصريين فاعتبر المصري القديم أن تلوث النيل جريمة وكانت مهمة الحفاظ على مياه النيل من التلوث هو مهمة رجال الدين ورجال الدولة ومن ضمن العقائد لدى المصريين القدماء حرمان من يلوث النهر من الدخول للجنة وكانت هذه العبارة مدونة في إحدى البرديات المصرية القديمة وكذلك يهتم المصريون حديثاً بنهر النيل ففي المدربع وربيعين في الدستورة المصري لعام 2014 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكل أبطالي أبطال صف الخامس الإبتدائي النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس الثاني اللي بعنوان قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة شرحنا المرة الفاتت الجزء الأول واتكلمنا عن مراحل استكرار المصري القديم وقيام الوحدة طبعاً كلنا عرفنا الحلقة اللي فاتت هنلخص كده سريعاً اللي قلناه إن الإنسان المصري القديم عاش فوق الهضاب حياة غير مستقرة ومملوئة بالخوف والقلق كما سكن الكهوف وعاش على جمع الثمار وصيد الحيوانات ولكن عندما جفت الأمطار نزل إلى الوادي وبدأ الاستقرار عندما عرف الزراعة وكذلك بناء المساكن من الطوب اللبن وبعد بناء تلك المساكن بدأت تنشأ الكرة ثم المدن ثم الأقاليم وبدأ الإنسان يفكر في الوحدة الأولى الوحدة الأولى دي أولاد كانت سنة 4242 قبل الميلاد ولكن سرعان ما فشلت هذه الوحدة وبدأ التفكير في الوحدة الثانية عام 3200 قبل الميلاد على يد الملك مينا نعرمر طبعاً يا أولاد إحنا شرحنا الحلقة اللي فاتت وقلنا إن كان في مملكتين مملكة الشمال ومملكة الجنوب كل مملكة كان لها تاج خاص بها وحاكم ومعبود وكمان شعار وعاصمة ولكن جاء الملك مينا نعرمر ووحد هتين المملكتين وأصبحت مصر الموحدة إلى وقتنا الحالي طيب النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس وهنتكلم عن عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة يعني إيه عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة؟ يعني الحاجات اللي خلت المصريين القدماء يقدروا إن هم يقوموا بهذه الحضارة العظيمة الموجودة إلى يومنا الحالي يبقى خلاص اتفقنا إن العوامل معناها الحاجات أو الأشياء أو الأدوات اللي خلتهم يقدروا يصنعوا هذه الحضارة لازم نتفق يا أولاد إن إحنا عندنا نوعين من العوامل أول نوع معنا هو العوامل الطبعية العوامل الطبعية اللي خلقها ربنا اللي الإنسان ملوش يد في وجودها وعندي كمان عوامل بشرية تمام؟ إيه هي العوامل الطبعية؟ زي ما قلت لك إن العوامل الطبعية هي هبة من الله أو منحة من الله ربنا سبحانه وتعالى إدها هدية للمصريين زي إيه؟ تعالوا نشوف طبعا أول عامل من العوامل الطبعية اللي لازم نتكلم عنها وهو نهر النيل إحنا لسه شرحين وقالين إن الإنسان المصر القديم كان يعيش حياة غير مستقرة إلى أن نزل إلى الوادي أول ما نزل إلى الوادي وكان موجود نهر النيل طبعا في الوادي بدأ الإنسان يستقر ويتعلم الزراعة ويربي الحيوانات ويبني المساكن ومن هنا بدأت نشأة الحضارة المصرية القديمة يبقى طبعا نهر النيل ده أولاد هبة من الله وهو أول عامل من العوامل الطبعية اللي ساعدت المصر القديم على قيام حضرته العظيمة تمام؟ يبقى أول عامل معنا هو نهر النيل طب يا ترى ربنا دانا هدية إيه كمان يا أولاد نقدر نحن نقول عليها تعتبر من العوامل اللي ساعدت المصر القديم على قيام حضرته تاني حاجة يا أولاد هو الموقع الجغرافي موقع مصر الجغرافي أولاد مميز جدا وإحنا اتكلمنا طبعا في أول درس عن موقع مصر الجغرافي المميز والموقع ده طبعا ساعد المصريين القدماء على قيام حضرتهم القديمة رقم 3 والهبة الثالثة اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمصريين وهو المناخ طبعا مناخ مصر معتدل بالنسبة لمناخ الدول المجاورة احنا عندنا مناخ معتدل وكمان الجفاف الموجود في المناخ المصري ساعد على الحفاظ على الأثار المصرية القديمة من التلف تمام طيب العامل الرابع والأخير هو الثروات المعدنية والصخور الموجودة في مصر طبعا كل دي يعتبر من العوامل الطبعية اللي بتعتبر هبة أو هدية من الله سبحانه وتعالى للمصريين القدماء والتي ساعدتهم على قيام الحضورة المصرية القديمة طبعا العوامل الأربعة نقولهم تاني كده مع بعض نهر النيل الموقع الغرفي المناخ الثروات المعدنية والصخور وطبعا كل دي من العوامل الطبعية اللي مش هيقدر الإنسان أن يوفرها لنفسه ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها هبة للمصريين القدماء تمام وما زال طبعا إلى الآن طبعا احنا كده تكلمنا عن العوامل الطبعية سهلة جدا نتعالى نقولها تاني مع بعض نهر النيل الموقع الغرفي المناخ الثروات المعدنية والصخور طيب الأسئلة في النقطة دي بالذات هجلنا بشكل عامل ازاي أولا ممكن يقولك اسكر العوامل الطبعية التي أدت لقيام الحضورة المصرية القديمة هتقوله الأربع عوامل اللي قلناها دلوقتي اللي هي نهر النيل والموقع الغرفي والمناخ والثروات المعدنية والصخور أما لو جالك السؤال على شكل بما تفسر وقالك مثلا بما تفسر أهمية نهر النيل كعامل طبيعي لقيام الحضورة المصرية القديمة هتجاوب السؤال ده ازاي؟ هتقول أن نهر النيل ساعد المصر القديم على واحد الزراعة اثنين الاستقرار طيب أذكر أهمية الموقع الجغرافي للمصريين القدماء في بناء حضارتهم الإجابة ساعد الموقع الجغرافي المتميز لمصر على سهولة التواصل مع الدول الأخرى سهولة التواصل مع الدول الأخرى وبالتالي التقدم في مجال التجارة تمام؟ احنا بقينا نتواصل مع الدول اللي موجودة حوالينا بسهولة جدا لأننا موقعنا متميز ويسهل من خلاله التواصل مع الدول المجاورة ماشا سنة 5 نبدأ في السؤال اللي بعد كده عن المناخ وأهمية المناخ كعمل طبيعي في الحضارة المصرية في قيام الحضارة المصرية القديمة هتقول طبعا أن المناخ في مصر ساعد على 1 تنوع المحاصيل 2 جفاف المناخ الدائلة المحافظة على الأصغار المصرية القديمة السؤال الأخير السروات المعدنية والسخور كان لها دور مهم في قيام الحضارة المصرية القديمة صح والغلط أكيد طبعا العبارة صحيحة وده لأن الصروات المعدنية ولاد والصخور ساعدت على صناعة الأدوات والحلية والتماثيل اللي اشتهرت بها طبعا الحضارة المصرية القديمة وكمان ساعدت المصريين القدماء على بناء الأهرامات والمعابد تمام؟ وفي كده سنة خمسة نكون نتكلمنا عن العوامل الطبيعية وأهم الأسئلة اللي ممكن تقابلنا فيها تعالوا ننتقل بالجزئية تانية وهي العوامل البشرية طبعا نفكركم أن نحن نتكلم عن العوامل البشرية التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة طبعا هي بتتمثل في أربع أجزاء أو أربع نقاط مهمة وهي واحد الجيش اتنين الواحدة بين المصريين تلاتة الحكومة المركزية أربع كفاح المصريين هنبدأ بقى نتكلم عن كل نقطة كده بشكل مفصل أول حاجة هنتكلم عن الجيش ولازم تعرف أن الجيش أهميته هو حماية البلاد يبقى لما يجي لك في المتحان سؤال ويقولك بما تفسر أهمية الجيش هتقوله تتمثل أهمية الجيش في حماية البلاد طبعا لازم تعرف أن الجيش المصري هو من أقدم الجيوش وأصبح لمصر جيش موحد في عهد الملك مينا نارمر وكمان أنشأ أول إمبراطورية في العالم الملك تحتمص الثالث يبقى هنا لازم تعرف اسمين مهمين جدا هو الملك مينا نارمر وده طبعا إحنا عرفنا قبل كده أنه هو واحد الأقاليم في مصر واحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب فطبعا لازم يكون ليه جيش موحد وأصبح لمصر جيش موحد في عهد الملك مينا نارمر طيب لما يجي يقولك اسم الملك اللي تم في عهده إنشاء أول إمبراطورية في العالم طبعا على طول بدون تفكير هتقول تحتمص الثالث طيب ده بالنسبة للجيش بالنسبة للوحدة بين المصريين وده طبعا نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها وإحنا طبعا خدنا فكرة عن توحيد البلاد قبل كده وعرفنا إن الملك مينا هو أول من وحد الكترين وأول من وحد البلاد طيب بعد ما الملك مينا بدأ في توحيد البلاد سمى المؤرخين المؤرخين دولي أولاد هم اللي بيكتبوا التاريخ واللي بيوصقوا الأحداث التاريخية سموا العصر اللي تم توحيد البلاد فيه على يد الملك مينا باسم العصر العطيق طب هل فيه عصور تانية غير العصر العطيق المؤرخين يا أولاد أسموا تاريخ القدماء المصريين إلى سبع عصور أول عصر طبعا نحن لست قيلون دلوقتي وهو العصر العطيق وفيه تم توحيد البلاد على يد الملك مينا وتميز بالاستقرار طيب تاني عصر هو عصر الدولة القديمة وفي العصر ده أولاده تم الملوك ببناء الأهرامات ولو جلنا سؤال بماذا سمي عصر الدولة القديمة هنقول أن عصر الدولة القديمة سمي بعصر بنات الأهرامات طب بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بنات الأهرامات هتقول لأن الملوك في هذا العصر اهتموا ببناء الأهرامات طيب بعد كل عصر من العصر اللي هنذكرها بعد كده هتلاقي فيه فترة كده البلاد بتمر فيها بشوي ضعف وعدم استقرار بنسميه عصر الدولة القديمة هيجي فترة على التاريخ المصري الفرعوني المؤرخين هيتلق عليها اسم عصر الدعف الأول وفي العصر ده سمي بهذا الاسم لأنه كان يتميز بعدم الاستقرار تمام بعد كده هنلاقي فيه العصر الرابع وهو عصر الدولة الوسطى واهتم الملوك فيه هذا العصر بالمشروعات لذلك سميه بعصر الرخاء الاقتصادي نخلي بلنا بقى من تسمية العصور لأنه ممكن يجينا بما تفسر في كل عصر من العصور يعني بما تفسر سميه عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي هنقول لأن الملوك يهتموا بالمشروعات وزي ما قلتلك من شوية أنه كل عصر من عصور الدولة القوية بيجي بعدها عصر بيتميز بالضعف بنسميه عصر الضعف فبعد عصر الدولة الوسطى اللي هو عصر الرخاء الاقتصادي هيمر على التاريخ المصري عصر الضعف الثاني والذي يتميز بعدم الاستقرار وبعد عصر الضعف الثاني هتبدأ الدولة تدخل في فترة كانت من اهم الفترات التاريخية وهي عصر الدولة الحديثة والتي اهتم فيها الملوك بالتوسع خارج مصر والانتصار على الاعداء لذلك سميه بهذا العصر بعصر المجد الحربي بما تفسر سميه عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي هتقول لان الملوك في هذا العصر اهتموا بالتوسع خارج مصر والانتصار على الاعداء طيب بعد عصر الدولة الحديثة يا ولاد هتمر المصر برضو بفترة كده غير مستقرة وفترة التفكك واحتلال العصر ده سميه المؤرخين العصر المتأخر تمام بما تفسر سميه العصر المتأخر بهذا الاسم هتقول لان مصر في ذلك العصر تعرضت لفترة من التفكك والاحتلال تمام؟ طبعا شايفين قد ايه عصر الفرعنة كان زاخر بالاحداث المتتالية شوية قوة شوية ضعف شوية استقرار شوية عدم استقرار طبعا تاريخنا يا ولاد عظيم والتاريخ الفرعاني لسه هندرسه بشكل اكثر تعمقا في السنوات المقبلة ان شاء الله اكيد طبعا لان ده تاريخنا اللي احنا بنعتز به وتاريخ اجدادنا طيب لو حد فينا كده عايز يعرف ملامح الحضارة المصرية القديمة وشكل المصريين الكتما وكانوا بيلبسوا ايه وازاي طريقة حياتهم واكلهم وازاي كانوا بيتعاملوا طبعا ممكن نشوف كل ده بنفسنا عن طريق زيارة القرية الفرعنية ايه هي القرية الفرعنية ومكان تم انشاؤه في الجيزة وصاحب فكرة انشاء القرية الفرعنية اللي بتعرض ملامح الحضارة المصرية القديمة واللي تقدر من خلالها ان انت تشوف حياة المصريين الكدامي عاملة ازاي طبعا صاحب الفكرة دي هو المهندس الدكتور حسن رجب المهندس الدكتور حسن رجب تمام طبعا احنا كده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اتمنى اكون قدرت توصلوا بطريقة مبسطة استودعكم فرعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة